مكللا بفضل من الله ورعايته عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعا مساء هذا اليوم إلى أرض الوطن العزيز بعد الزيارة السامية للمملكة المتحدة الصديقة لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتهنيات جلالة الملكة شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية ورئيس الكومنولت بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة وكان جلالة السلطان المعظم عزه الله قد غادر بحفظ الله وتعالى ورعايته المملكة المتحدة في وقت سابق من اليوم رافق جلالة السلطان المفدى أبقاه الله خلال الزيارة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية حفظ الله جلالة السلطان المعظم في حله وترحاله وأدام عليه نعمه ظاهرة وباطنة وجعله دخرا لسلطنة عمان وأبنائها الكرام إنه سميع مجيب